وافق أعضاء اللجنة العليا للنادي الأهلي على ضم علي أبو الفتوح بك ليصبح عضواً باللجنة علي أبو الفتوح بك اللي أصبح باشا فيما بعد كان نبغى في الحقوق والترجمة والاقتصاد السياسي ولد عام 1873 في مدينة بلقاس وكان والده من أسرياء الغربية اتعلم في كتاب القرية وحفظ القرآن الكريم وهو عنده 11 سنة بعد كده درس في مدرسة سان لويس الفرنسية بطنطة وحصل منها على الشهادة الثانوية سافر إلى فرنسا ودرس القانون بجامعة مومبليه وحصل على شهادة الليسانس والحقيقة ما اكتفاش باللي وصله في مسيرته فحصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من باريس شارك في العديد من المؤتمرات القانونية وعدة جمعيات قانونية في أوروبا وساهم في وضع قوانين مختلفة وشارك مع زملائه في ترجمة كتاب الاقتصاد السياسي للمفكر الفرنسي جيفونس بعد ما رجع مصر تدرك في سلك القضاء وتعين رئيس لنيابة الاستقناف ووكيل نظارة المعارف العمومية لغاية موصل لمنصب الأفوكاتو العام اللي احنا بنقول عليه دلوقتي النائب العام قال في بعض الكتب والأبحاث القانونية باللغتين العربية والفرنسية منها كتاب خواطر في القضاء والاقتصاد والاكتباع ورسالة الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في القضاء والاكتصاد والاكتباع علي أبو الفتوح باشا كان قامة كبيرة أفادة المجتمع المصري توفي سنة 1913 في سن 40 عام موت علي أبو الفتوح باشا كان خسارة وطنية كبيرة لدرجة أن أمير الشعراء أحمد شوقي رثاه في قصيدة شهيرة من 56 بيت بنذكر منها قل للنعي هتكت دمع الصابر المتجملي الملتق الأحداث إن نزلت كأن لم تنزلي حمل الأساب أبو الفتوح علي ما لم أحملي حتى ذهلت ومن يذوق فقد الأحبة يذهلي فعتبت في ركن القضاء على القضاء المنزلي لهفي على ذاك الشباب وذلك المستقبلي وبعد ما تعرفنا على عضو اللجنة العليا الجديد علي أبو الفتوح باشا نكمل محضر جلسة 25 فبراير 908 اقترح عمر لطفي بك تعيين سكرتير عام للنادي بدون أجر زيادة على سكرتير اللجنة وبعد منقشات قررت اللجنة تعيين أمين صندوق بدون أجر وهنا اقترح عمر سلطان بك تعيين محمد علي دولار بك في هذه الوظيفة فقررت اللجنة ذلك باتحاد الأراء اللي هو إيه؟ إجماع الأراء وكلفة السكرتير بكتبة خطاب لحضرته يرجوه قبول هذه الوظيفة ونقف هنا شوية الإنشاءات في النادي ماشي على قدمه ساق ومؤكد إن النادي بعد افتتاحه هيحتاجه وجود سكرتير عام لإدارته يعني زي مدير عام للنادي كده أو المدير التنفيذي يبقى لازم يكون موجود سكرتير عام للنادي وده غير سكرتير اللجنة العليا للنادي اللي هو سكرتير مجلس الإدارة لكن اللجنة العليا لما تناقشت لقيت إن الأولى دلوقتي وجود أمين صندوق للنادي وبالتالي اتفقت على ضم محمد علي دولار بك كأمين للصندوق ترجمة نانسي قنقر